موسيقى حلقة جديدة من منشات أحمر معي أنا ريمان عيسي نبدأها بأبرز المنشات موسيقى السوداني يؤكد جدية الحكومة في تطوير تسليح الجيش وباقي الأجهزة الأمنية ويعلن قرب إجراء تعاقدة جديدة في المنشات الثاني سعدادات سياسية وانتخابية المفوضية تحدد اليوم الأول من تشرين الثاني موعدا لانطلاق الدعاية الانتخابية موسيقى وفي المنشات أيضا النفايات ومشاهد الفوضى تملأ شوارع بغداد أمانة العاصمة في دائرة الاتهم الشعبي موسيقى وفي المنشات الدولي يصير على الشرق الأوسط محور لقاء صيني أمريكي تمهيدا لقمة بين الرئيسين موسيقى في ظل تحديات الأمنية والجيوسياسية الكبيرة التي يشهدها العراق تتجه الحكومة الحالية نحو تسليح جديد للقوات الأمنية بمختلف صنوفها وتحديث منظومتها العسكرية بشكل كامل حيث يؤكد رئيس الحكومة محمد الشيع السوداني قرب إجراء تعاقدات لاستيراد تلك الأسلحة لكن مختصين يرون أن تحقيق تلك الانتقال ليس بالأمر السهل حيث يواجه الجيش العراقي تحديات متعددة بما في ذلك التنظيمات الإرهابية فضلا عن تباين الرؤى السياسية حيال التسليح ومدى إمكانية اعتماده مختلف المناشئ العالمية والتعاقد مع تلك الدول الآن يؤكد رئيس الوزراء جدية حكومته في تطوير تسليح الجيش وباقي الأجهزة الأمنية التي لم تحظى بالتجهيز المطلوب خلال الفترة الماضية مؤكدا أن كل الصنوف والتشكيلات الأمنية ستحظى بأسلحة متطورة بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا حيث تم تشكيل لجان لهذا الغرض وستباشر التعاقدات مع مناشئ متعددة متابعة التقرير توجه حكومي جديد نحو تحديث منظومة الأسلحة لمختلف صنوف القوات الأمنية حيث يؤكد مراقبون ومختصون حاجة العراق إلى ذلك في ظل المتغيرات المتسارعة والتهديدات التي تحدق بالبلاد كمواجهة التنظيمات الإرهابية مثل ما حصل عام 2014 ويؤكد رئيس الوزراء جدية حكومته في تطوير تسليح الجيش وباقي الأجهزة الأمنية التي لم تحظى بالتجهيز المطلوب خلال الفترة الماضية مؤكدا أن كل صنوف والتشكيلات الأمنية ستحظى بأسلحة متطورة بأحدث ما وصلت إليها التكنولوجيا ويشدد خبراء أمنيون على ضرورة تحديث المنظومة العسكرية في ظل حاجة العراق إلى طواقم متنوعة وخبرات فريدة في مواجهة تنظيم داعش خاصة بعد إعلان قيادة العمليات المشتركة العراقية أن التحالف الدولي لا يشن حاليا أي ضربات جوية على التنظيم في العراق وأن الضربات الحالية تتم عبر سلاح القوة الجوية العراقية وطيران الجيش وتشير تقارير أمريكية إلى أن أسطول سلاح الجو العراقي من طراز F-16 تمكن من الاحتفاظ بوتيرة ثابتة من الضربات الجوية المخطط لها مسبقا وفي الوقت نفسه تمكن من تقليل الاعتماد تدريجيا على دعم قوات التحالف في مواجهة التنظيمات الإرهابية في هذا المنشط ينضم معي الخبير الأمني والعسكري جليل خلف مرحبا بك سيد جليل كيف تقرأ هذه الخطوة توقيت هذه الخطوة وإلى أين يمكن أن تودي بالمشهد الأمني في العراق تفضل تحية لك ستريم وتحية لمشاهديكم الكام وشكرا للاستضافة وبالذات هذا الموضوع لأنه أنا كعسكري أهتم به حقيقة أنا من خلال قناتكم الموقرة وشاشة شرقية تكلمت وطالة وتعدت مرات بتحديث الجيش العراقي يعني إحنا أول طبعا أكو محهد أمريكي غلوبال صنف في الجيش العراقي رابع جيش في الدول العربية مصر أولا سعودية ثانيا جزائر ثالثا والعراق رابعا والإمارات خامسة طيب أما على التصنيف العالمي فأعتقد سابقة كان 34 الآن تصنيفه أو تسلسله 45 نحن نقارن طبعا هم محهد غلوبال عنده 60 نقطة يطبقها على أي جيش من الدول هذه ويبدأ التقييم بهذا الشكل الحقيقة إحنا يجب أن نقارن الجيش العراقي بمعلكه من إمكانيات بشرية واقتصادية وريادية إذن الجيش العراقي المفروض يقارن بالدول المجاورة مثل إيران أو تركيا أو السعودية هذه الجيوش متقدمة عليه حقيقة ولذلك السيد القائد العام قاتل المزلح رئيس مجلس وزراء محمد الشياء السوداني كان التفاتة يعني أنا متفائل بيها جدا ولكن هناك صعوبات كثيرة الصعوبة الأولى طيب هي أنه هذا التحديد قبل أن أتحدث فترة زمنية قبل أن نتحدث سيد جليل عن الصعوبات والتحديات التي تواجه هذه الخطوة أريد أن أتوقف أول ما سألتك عن توقيت هذه الخطوة وهل لها علاقة بما يجب تذكرتين من نقطة مهمة أنه يجب أولا أن نلاحظ الحرب الأوكرانية الروسية وما هي الأسلحة التي استخدمت خصوصا الطائرات المسيرة وكذلك الحروب الأخرى أيضا الحرب الأرمينيا مع الدولة المجاورة الأخرى وأيضا نلاحظ الآن ما يقوم به الكيان الصهيوني ضد المقاومة الفلسطينية هذه كلها عوامل تؤدي أنه يجب أن يفكر القائد العام والمسؤولين والعسكريين أن يكون هناك لدينا جيشا قويا قادر على حماية أرض البلاد برا وبحرا وجوا ونحن نعاني من كثير من الأمور على سبيل المثال مسك الحدود بيننا وبين إيران وبين تركيا وبين سوريا وحتى الدول الأخرى المجاورة اثنين يجب أن يكون هناك لدينا منظومة رادار ودفاع جوي قادرة على حماية البلد واكتشاف أي احتداء جوي من أماكن بعيدة كذلك يجب أن يكون تسليح الجيش العراقي والأجهزة الأمنية الأخرى بما يوازي الدول العالمية المتطورة وأيضا الدول المجاورة لذلك في رأي جاءت هذه الخطوة في محلها ولو متأخرة بعض الشيء ولو أنه يعني لأنه نادي من أول يعني أيضا هذه الخطوة ربما يكون سؤالي تحليلي أكثر منه سؤال أو مداخلتي إن صح التعبير سيد جليل يعني قبل ربما عشرة أيام كان رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني في روسيا هل هذا يمكن يعني هذا القرار يأتي بعد هذه الخطوة هل نشهد ربما تعاون روسي عراقي في المجال العسكري تمكين الجيش العراقي تسليح الجيش العراقي بمعدات روسية أشكرت على هذا السؤال المفروض أيضا جيش العراقي تنوع أسلحته يعني صينية روسية أمريكية والآن أيضا هناك أعتقد عقد بين فرنسا والعراق لتزويدنا بطائرات متطورة من طائرات رافال فهذه الفكرة جيدة ولكن تصددم بعقبة العقوبات التي فرضتها أمريكا والدول ناتو والدول الأخرى على التحاد الروسي أو روسيا وهذه أيضا مشكلة يجب معالجتها والحكومة العراقية قادرة على معالجة هذا الشيء ولذلك يجب أيضا تنوع أسلحتنا من الصين ومن بقية الدول خلينا نتحدث عن التحديات أنت ربما أشرت إلى موضوع الصعوبات والتحديات في بداية هذا المنشت سيد جليل يعني ما هي التحديات هل تتحدث أنت عن تحديات داخلية ربما أيضا يعني ماذا عن باقي الجهات المسلحة هل يجب أن يتم أيضا اتخاذ قرار يعني بانضمام هذه الجهات تحت لواء الجيش العراقي والله أولا أن التحديات التي جنابت شرتي لها وهي كثيرة ومهمة مثل بسك الحدود قتال داعش وأيضا هناك تجمعات أو مجموعات قارجة عن السيطرة العراقية مجموعات مسلحة وأعتقد بيان السيدة مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة أو الضربات التي تنفذها بعض المجاميع المسلحة للتواجد الخبراء والفنيين الأمريكان في قاعدة عين الأسد حقيقة بعدها ازدادت هذه الضربات وهذا يعني أنه هذه المجاميع المسلحة غير خاضعة لقرار الدولة العراقية أو رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وهو أيضا كان فيه من ضمن القرارة أنه القائل قبل على هؤلاء ولكن في الحقيقة هؤلاء يزدادون التعنت وهذا يجر البلاد إلى مشاكل وإلى عدم استقرار أمني وإلى يعني النظر إلى العراق ضعيف وغير قادر على الصيضرة على هذه المجاميع المسلحة في العراق ولذلك إذا كان هناك جيش قوي وحقيقة إبعاد السياسيين والأحزاب السياسية والدينية وغيرها عن التدخل في القوات المسلحة واختيار الضباط المؤهلين المهنيين الذين غير قاضع لأجنيدة هذه الأحزاب والشخصيات المتنفذة يجعل الجيش قويا قادرا عن التنفيذ كافة الأوامر بدون الخضوع لتأثير هذه الأحزاب أو الشخصيات المتنفذة أو حتى على الفصائل المسلحة التي خارجها عن نطاق الدولة العراقية وعن تنفيذ أوامر الدولة والقائد العام للقوات المسلحة سيد جليد دعنا نقرأ بعض المسجدات الأمنية بالأمس ناقشنا في منشية أحمر موضوع تسليم الملف الأمني إلى وزارة الداخلية واليوم الاتجاه نحو تسليح وتمكين الجيش العراقي كيف تقرأ هذه إن صحة تعبير التغيرات الأمنية هل العراق يتجه نحو صفحة أمنية جديدة أو استراتيجية أمنية جديدة في ظل المتغيرات وفي ظل نعم نعم المتغيرات الكبيرة جدا الآن في الشرق الأوسط والتحشد الأمريكي الكبير جدا الذي يذكرني أنا عشت هذه المرحلة يذكرني باحتلال العراق وإحراق بغداد وبقية المدن وتدمير البنى التحتية والمتغيرات الأخرى باحتداء الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني والمنطقة كلها الآن هي على صفيح ساخن وأعتقد إذا تطورت الأمور واستمر الاحتداء الصهيوني على الأراضي الفلسطينية وعلى غزة أعتقد هناك تطور كبير في المنطقة ولذلك كل بلد يجب أن يحافظ على أمنه واستقراره والدفاع عن أرضه وسيادته وحقيقة هناك نظرة مستقبلية أن يكون الجيش العراقي يعاد مكان تسابقه واللي كان يحتبر خامس جيش في العالم ومن الجيش القوية جدا والقادرة على حسم أي معركة أو احتداء على أراضيه فهذا يتطلب جهدا كبيرا جدا ومدة زمنية لا تقل عن أربع أو ثلاث سنوات أو أكثر فكثير من الأمور ننظر الله يجب نظرة مستقبلية قادرة على أن هذه الخطة الخمسية أو العشر سنوات أو خمس سنوات لتسليح الجيش وتدريبه وجعله كيان قوي بعيد عن التأثيرات الحزبية والنفوذ الحزبي الذي نخره في المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية ونخره في كل جوانب الدولة العراقية كل دولة إذا كان جيشها قوي قادر على حماية أمنه وسيادته هذه الدولة تكون قوية في كافة الأمور الأخرى سواء اقتصادية أو استقرار أمني أو أنه الدفاع عن كثير من الأمور ولسيما العراق يعاني من مشاكل حدودية مع جيرانه في كل المجالات نحتاج إلى هذا الجيش ونحتاج إلى قوة عسكرية قادرة على حماية البلاد أما بالنسبة للوضع الداخل الأمني في احتقادي الآن وفي ظل وجود الفريق الركن الفريق الأول الركن عبدالأمير الشمري اللي هو عنده إلى خبرة كبيرة جدا وشارك في كافة المعارك بعد 2003 وهو من الضباط جيدين في احتقادي أن وزارة الداخلية تحتاج إلى عادة هيكله وتحتاج إلى عادة تسليح لا سيما وإن المخدرات الآن تنخر في الدولة العراقية وفي المجتمع العراقي وفي المدارس العراقية وانتشرت بشكل كبير جدا وتحتاج إلى جهد دولة بأكملها في سبيل السيطرة على هذا الوضع المنفلت من المخدرات واستخدامها نتمنى أن يتحقق ذلك عبر هذه الخطوات والخطة الخمسية التي ذكرتها شكرا جزيلا لك الخبير الأمني والعسكري جليل خلاف كنت معنا في هذا المنشت شكرا لك أهلا بكم في المنشت الثاني مع حلول الموسم الانتخابي في العراق واشتعال الأجواء تتأهب القوى السياسية لإطلاق دعايتها لمرشحيها مع أعلان المفوضية الأول من تشرين ثاني موعدا لذلك إعلان يستلزم تهيئة الكثير من القضايا اللوجستية والفنية وتواقم رقابة تحسبا من أي خرق قد يحصل كما في السنوات السابقة خاصة وأن الكثير من المرشحين لا يكترثون بالضوابط الموضوع من قبل المفوضية ويكون الهم غالبا في مثل تلك الأيام هو تحقيق الفوز وضمان مقعد في مجلس إحدى المحافظات الدعاية الانتخابية تعد مفصلا أساسيا في تلك العملية وهي الأداة التي يفترض أن توجه نحو تحشيد الجمهور بصدقية وواقعية وبناء على أساليب الإقناع المعروفة ويسبقها أداء سياسي مميز لكن هذا الحال قد يمقلب في العراق لتكون الدعاية الانتخابية حبيسة الترويج الأعلامي ومساومة الجماهير بالخدمات المستعجلة وهو مسار يحمل الكثير من المخاطرة والخطورة على العملية الانتخابية إذن استعداد سياسي واسع وتأهب لعشرات التحالفات وآلاف المرشحين لصافرة الدعاية الانتخابية وسط قلق من المخالفات التي قد ترافقها في ظل البوادر الحاصلة لاستغلال المال العام برغم التوجه الحكومي نحو مواجهته أغلب المرشحين للانتخابات وحزابهم بدأوا بحملاتهم الدعائية في وقت مبكر من خلال تجوالهم عبر المناطق السكنية قليلة الخدمات وتقديم وعود للأهالي بتحسين المستوى المعيشي وتوفير التعيينات الحكومية لأبنائهم وسط مخاوف من استغلال المال العام بالكثير من تلك النشاطات في آخر الأحصائيات المعلنة تشير مفوضية الانتخابات لأن عدد مراكز الاقتراع في التصويت العام يبلغ 7166 ومحطات التصويت العام 35553 محطة أما عدد مراكز التصويت الخاصة فيبلغ 565 مركز وعدد محطاتها يبلغ 2367 محطة وهو ما يفرض تحديات كبيرة لمراقبة هذا العدد الهائل من المراكز وكذلك المناطق لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية في هذا المنشط ينضم معي الباحث في الشان السياسي محمود الحياني مرحبا بك سيد محمود يبدو أن اللقب تغير قبل موضوع الانتخابات وقبل البدء بالسباق الانتخاب أخبروني غرفة التحرير بأن أرحب بك على اعتبار أنك باحث في الشان السياسي وأنا التي أعتد أن أقول لك عضو تحالف الفتح أو أرحب بك على اعتبار أنك عضو في تحالف الفتح ما الذي جرى قبل الانتخابات؟ أو ما الذي يجري بالأحلى؟ تفضل بسم الله الرحمن الرحيم بداية شكرا على هذه التحية الحلوة أهلا بك تحية لك ولي قناتكم ولي جمهوركم جمهور قناة الشرقية الكريم وحقيقة لا أعرف من أين أبدي ومن أين ينتهي بموضوع الانتخابات ويجري حاليا على الساحة وحضرت بديت في مقدمة ووضحتي كل الأمور الموجودة أبديها ما أعرف بالشوبي أو بالتسقيط الإعلامي أو بالحملات الانتخابية التي بدأت فيها قبل موعدها حقيقة وبدأ بعض المرشحين بالترويج نفسه عن طريق التجمعات أو الذهاب إلى مكانات عندها تجمعات عشارية وعلى دعاية انتخابية لكن حقيقة مفرح في هذه العملية الانتخابية لأنه حدثت انتخابات وأنا يعني أرجح مع المرجحين مع بعض الآراء التي تقول أنه الانتخابات بعلم أن الحكومة تقول ستجد انتخابات لكن ما نعرف أيضا المتغيرات موجودة على الساحة في أي لحظة يحدث متغير ربما يؤدي إلى تأجيل هذه الانتخابات اللي يفرحني في هذه الانتخابات أنه هيئة النزاهة أعلنت أنها ستتقق في أسماء المرشحين والأموال اللي لديهم والأموال التي ستصرف ويسيطبق ربما قانون من أي ذلك هذا وستكون بالمرصاد للمال السياسي والمال اللي يستخدم السلطة حقيقة في عملية الانتخابية وهذا كان واضح في كل مجريات العمليات الانتخابية السابقة وحتى في هذه الانتخابات في بعض المحافظات وذلك مدراء دوائر رش حفظهم بدأت دوائرهم تعمل لهم ليل مع نهار لجمع الأصوات وبدأ بيع وشراء البطاقات وكل هذه سألتني السؤال أنا مرت حتى أنسى هذه الفكرة أنا ما رح أنساهها رجعت لا بستاركتك تكفي ماذا حصل بتحالف الفتح قبل الانتخابات ما حصل شيء تحالف الفتح أصبح تحالف ذنبدي تحالف ذنبدي وهذا التحالف شكل تحالف جديد وكان بعض الكتل السياسية التي موجودة ضمن الفتح خرجت وأصبحت في كتلة مثل صادقون العصائب أصبحت كتلة منفردة الإطار التنسيقي إطار التنسيقي موجود في تشكيل الحكومة في مجلس الدواب لكنه بالمجالس المحافظات نزلت الإطار التنسيقي كل كتلة كل أربع كتل في كتلة معينة أو كتلة واحدة نزلت بكتلتها فقط في الانتخابات ومرشحيها والتوزيع أصبح للفتح ولم يبقى كتحالف فتح اليوم أصبح تغيير أصبح إلى تحالف ذنبدي وأنا لست موجود في هذا التحالف ذنبدي حقيقة فأفضل أن أكون باحث ولم يشارك بالانتخابات حتى أقول أنني بالتحالف ذنبدي فأفضل أن أكون باحث بالشيء السياسي حتى أحافظ على استقلاليتي وأحافظ على مساحتي في الحديث بموضوع الانتخابات وأعطي لي نفسي والجمهور اللي يسمعني ومتابعيني أنني أخذ مساحة أكبر في التعبير عن آراءهم تعرفين اليوم الكثير من الأخوة رافضين للعملية الانتخابية وهذه الأغلبية كبيرة في الشعب العراق ولا ننسى اضافت لهذه الأغلبية الدهماء اللي نسميها اللي هم مرافضين أو غير مقتنعين بالعملية الانتخابية اضافة لهم التيار الصدري اللي عنده تقريبا 800 ألف صوت هذا الثابت اللي يذهب للانتخابات أما المتغير والبقية الأصوات ربما يعمر المليون يعني مليون ناقب اليوم وإحنا خسرناهم بهذه العملية الانتخابية لأنه التيار الصدري لا يصوت فقط إلا للتيار الصدري والتيار الصدري الذي يشارك في هذه الانتخابات فنحن أمام ثلمة كبيرة بالعملية الانتخابية وبداية الانتخابات في رأيي ربما لا تكون غير موفقة حقيقة في ظل غياب التيار الصدري وسيكون ذلك معادلة متغيرة معادلة جديدة تظهر إلى الساحة ربما يعني التحالفات نقول البيت الشيعي سيخسر الكثير من النقاط أو المرشحين في مغداد لأنه بغياب التيار الصدري أعتقد ستكون ذلك أشكالية كبيرة وتكون الانتخابات صعبة وفي رأيي الشخصي أنه عودة التيار بدأ الضروريات والمهمات للبيت الشيعي المحافظة على تباسك ووحدة أمام البيوتات الأخرى لكن موضوع يعني أنا أريد أن أرجع لك على موضوع معنا لدي سؤال النوب لا هاي كفيت لا هاي كفيت ووفيت سيد محمود سأنتقل لنقطة أخرى أنت تحدثت وأثرت في بداية هذا المانشت عن موضوع الكثير اليوم من القوة والنخاب السياسية عن موضوع تأجيل الانتخابات وكأن هناك أمنية لتأجيل هذه الانتخابات علما أن البعض يتحدث أيضا من نفس المشهد السياسي أو هذه التركيبة السياسية على ضرورة إجراء هذه الانتخابات لأنها مهمة جدا وهي تمهد للانتخابات البرلمانية المقبلة الموعد صار أمر يعني واقع واليوم المفوضية أعلنت عن موعد الدعاية الانتخابية انطلاق الدعاية الانتخابية في الأول من تشرين الثاني المقبل لماذا هذه الحديث ربما عن التأجيل السياسي للانتخابات أو ربما قد يحدث طارق وكأن هناك فعلا أمنية لدى البعض لتأجيل الانتخابات وذلك بعض القوى السياسية ترى وخاصة البيت الشيئ عند غياب التيار الصدري غياب لجزء كبير من العملية الانتخابية والعملية السياسية مثل ما وضحت لك أنهم ناخبين ومعدادهم كبيرة وربما تؤثر لكن دولة القانون تصر على القيام بموعد الانتخابات وبعض الكتل السياسية الأخرى الكتل السنية أيضا هناك لديها بعض الكتل تخوفات من استخدام السلطة والمال السياسي والمال العام في موضوع الانتخابات لبعض الشخصيات التي موجودة بالعملية السياسية والعملية الانتخابية القادمة ستكون الكفة لهم اليوم إذا نحكي بتجرد عن القوى السياسية لأن استخدام السلطة واستخدام المال العام جزء مهم في عملية فوز الناخبين والمرشحين في العمليات الانتخابية السابقة شفنا أنه نفوس فقط الذي عنده سلطة والذي عنده مال سياسي أما المرشح النزي النظيف المثقف الطبقات المثقفة مساتذة الجامعات الأساتذة لا يستطيع المدافسة لأنه لا لديه مال ولا لديه سلطة أما إن توفرت المال والسلطة فهذا الشيء يقول لك يأخذ الانتخابات برمتها مثل ما شفته في محافظة الأنبار حزب تقدم الذي يسيطر على المحافظة أخذ الانتخابات كلها وذهب بها وهكذا يوم تصريحات بعض النواب أو بعض الكتل السياسية تذكر أنه سننخذ في محافظة الأنبار 13 مقعد وهذا حق مشروع أنه يتنبى بهذا الموضوع لكنه هذا يمكن مسبقا تسقيط الأطراف الأخرى بالانتخابات تطلع الكثير من القوى السياسية والدحال من الاحباط لدينا خبين أنه بالذهاب الانتخابات الكثير من القوى السياسية لم يتقدم كل القوى السياسية كتل السياسية التي تبك بالتأكيد اليوم القوى السياسية ستطلع لهذه الانتخابات وتعد العدة وكذلك حتى الجماهير سيد محمود والانتخابات يعني الكل ينتظرها حتى نحن ننتظرها اليوم الحديث عن التنافس السياسي والدعاية الانتخابية هناك معطيات وهناك قوانين وهناك قرارات من المفوضية تخص ضبط هذه العملية ألا تعتقد أن هذه الانتخابات قد تكون فعلا أو تنتج تغييرا حقيقيا في المشهد السياسي أو بداية ربما لتغيير حقيقي لا أعتقد ذلك حقيقة الأمر أن هذه الانتخابات ستكون بمعزل أو بمدأة عن الانتخابات السابقة بالعكس بل هذه ستثبت القوى شفنا إصرار القوى السياسية الموجودة التقليدية على بقاءها في السلطة وأنه المعركة بين هذه القوى السياسية شفنا التسقيط الإعلامي الذي بدأ يحصل بينهم وصل التسقيط لحد كسر العظم الشيء يقولون بالعامية عنده يعني اليوم بعض الكتل السياسية بدأت تطعم برموز أو بشخصيات سياسية بطعم كبير وبرامج اليوم مواقع التواصل الاجتماعي تعج بالفضائح والتسقيط الإعلامي واستخدام الذباب الإلكتروني وما إلى ذلك والمواقع التي تتبعها هي لبعض الشخصيات أو لكتل سياسية تقوم بالترويج وأشدع الصور لربوز بالعملية السياسية ولشخصيات كبيرة ومعروفة ولكن هذا واضح أنه ذلك ستكون نعم سيد محمود تفضل تفضل سيد محمود أسمعك كنا نسمعك سيد محمود صار قطع بالصوت يمكن لا صوتك واضح عندي صار قطع بالصوت أكوفة شير تفضل تفضل صوتك واضح حقيقة الأمر يعني الموضوع الموضوع اللي صار أنه بالعمل العملية الانتخابية هذه تشوفين اليوم أكثر مرشحين هم أخوات أو أخوات لنواب أو مسؤولين بالحكومة الحالية حقيقة يعني شوف كثير من العضاء المرشحين بهذا الموضوع فهذا ما التغيير لينتظر المواطن لا أعتقد سيكون ذلك تغيير اليوم إحنا قام يرشح أخو أو أخته أو يعني من أقارب الدرجة الأولى حقيقة الأمر بالموضوع أصبح يعني وكأنه هي هذه الانتخابات لعوائل والمدافسة ستكون بين عوائل مسيطرة بالواقع أو المشهد السياسي اللي موجود حاليا ولديها من البال ولديها من السلطة ما يكفيها ويزود لأن تحصل على أو تحصل مقاعد في المرنم هذا التزوير وعمليات ربما رأي دارت حصة هذه الانتخابات راح نشوف في هذه اللقاءات راح أصيره هواي على ذحكة على موضوع التزوير وفشل في موضوع الجوازم الفنية للانتخابات بعد أن منها ستكون عدوة فرزة لكتروني أعتقد هذه الانتخابات والذي يكون ذلك عصى وموضوع السبرانية وما سبرانية لكن أظن وأعتقد أنه الكتل ستبقى على ما هي عليه بل عكس بل ستتزيد وتتمند في مناطقها اللي موجودة بها حاليا أو محيط اللي هي مسيطرة به في المحافظات وحتى في بغداد يعني ستكون تخابات يبدو لي سيد محمود أنه أنت صار معارض سياسي وليس باعت في الشأن السياسي لأنه يعني كلامك وتتحدث وكأنك يعني لا أخذت مساحة سيقدر احتي برعتي مستخل عن الأحزاب والكتل السياسية وأنت كنت منهم سيد محمود معهم أنا ما أخذ موصب أولا أو عندي موصب بالكتل السياسي كنت مشارك بالفتح ولا أزال أدافع عن الحشد وموضوع الحشد الشعبي لكن موضوع الانتخابات أنا حتى في لقاءات وحضرت سابقة قلت لك أنه الانتخابات حجيت نفس هذا الكلام أعتقد ويمكن أكثر منه وقلت لك أنه جوانب فنية جوانب مشاكل فنية بالعملية الانتخابية عندنا مشكلة بالمديريات هذه حتى وكنت من الفتح وكنت كانت الانتخابات البرلمانية الـ 21 أو الـ 18 تكلمت عن هذه النقاط ولا نزال نتحدث عنها ولا يوجد معالجات حقيقة الأمور لا توجد معالجات لا لدى المفوضية ولا لدى الحكومة على هذا الجانب العملي والجانب خارج المركز الانتخابي بيرفكت عالي جدا هناك تنظيم عالي جدا لموضوع انسيابية الماخبين وعملية الانتخابية لكن المشاكل داخل البراكز الانتخابية وداخل صناديق الاقتراع والمراقبين الموجودين والمديريات الموجودة هنا يصير الخلل ويصير عملية التلاعب بالأصوات وهذا رأيي رأيي سابقا والآن ومستقبلا ما لم يكن هذلك تغيير ووجود كل الاحترام سيد محمد وحقيقي وتطبيق لقوانيد المفوضية والتصويت على قانون الانتخابات وأن يكون هذلك قانون الانتخابات يطبق على جميع وقانون الأحزاب طبعا تطبيق قانون الأحزاب إذا ما طبقت هذه القوانين ما راح نوصل إلى عملية انتخابية نزيهة ويمكن أنه تخلي المواطن يخرج إلى صندوق الانتخابات وينلي بصوته اليوم إحدث 18 أو 16% نسبة الانتخابات السابقة هذه الانتخابات راح تكون أقل ورح يصير تكون عليها انجرة الانتخابات وتمشي العملية الانتخابية لأنه هناك من يرغب بأن تكون العملية الانتخابية تبقى بهذه الطريقة ويبقى المواطن غير مرتاح وغير مطمئن وغير واثق بالعملية الانتخابية ويشكك دائما بعملية الانتخابات والتشكيك يبدأ قبل الانتخابات واثناء الانتخابات وبعد الانتخابات حتى تستطيع هذه الكتل السياسية أن تأخذ مساحتها مثل ما هذا اليوم باحث في الشأن السياسي واخذت مساحة الواسع نتمنى دائما أن يكون هناك مساحة ربما للأرى والكلمة الحرة شكرا جزيلا لك البحث في الشأن السياسي محمود الحياني كنت معنا في هذا المنشد شكرا لك أهلا بكم بغداد مدينة الألوان والعراقة لكنها اليوم في وضع آخر واقع مزر يحكي قصة اندثار الجمال الذي كان ويشهد على الفشل البيئي والإداري وسط تساؤلات من قبل سكانها عن دور أمانة العاصمة فيما يحصل لمدينتهم التي فقدت الكثير من ملامحها وقوتها تحت سطوة النفايات والتجاوزات والعشوائية وغيرها مراقبون يرون أن بغداد اليوم أصبحت لوحة ضخمة من النفايات المتراكمة في كل زاوية يقابل ذلك بناء تحتية مهترئة وشبكات متهالكة للصرف الصحي فالمدينة العريقة التي كانت موطنا للحضارات والعلوم اليوم تراوح مكانها بين تصاميم عشوائية وبناء تحتية تفتقد للتخطيط والتنظيم يتساءل سكان المدينة حول دور الأمانة عما يحصل وأين ذهبت المليارات المخصصة للمشاريع وأين الطواقم والألوف المؤلفة من العاملين والكوادر ولماذا لم تتمكن لغاية الآن من إنقاذ مدينتهم بل إن واقعها يتراجع يوما بعد آخر نتابع التقرير بغداد تفقد ألقها بل وتعيش واقعا مؤلما إهمال بيئي وفوضى حضرية وغياب تام للجهد الخدمي من قبل أمانة العاصمة بغداد يغيب كذلك أي استعداد لفصل الشتاء مع حلول موسم الأمطار يعني هل شوف هاي شوف تعين كيها شوارع جاينا الشتاء وبع شوارع محفرة بنوع أرصف صار يعزز تلك المخاوف بنى تحتية وشبكات مجار متقادمة خبرها سكان العاصمة خلال المواسم الماضية حيث لم تتمكن من امتصاص مياه الأمطار برغم إنفاق المليارات لتأهيلها وتطويرها ويعاني سكان العاصمة من مشكلات كثيرة حيث ترزح الكثير من أحياء مدينتهم تحت وطأة النفايات والقاذرات التي أصبحت واقعا يلازم حياة البغداديين برغم الأعداد الهائلة لموظفي الأمانة وطواقمها وهو ما يثير على الدوام القلق من حصول تلاعب أو حالة فساد مالي وإداري يضاف إلى ذلك تزايد التجاوزات التجارية والصناعية والسكنية على شوارع المدينة وأزقتها وسط تساؤلات عن دور الأمانة وفيما إذا كانت قادرة على ضبط الأوضاع في المدينة نبحث هذا المنشيط مع أستاذ الأعلام غالب الدعم أهلا بك دكتور غالب يعني يبدو السؤال عن المسؤول في موضوع أهمال العاصمة بغداد كسؤال أو البحث عن إجابة البيضة أم الدجاجة من جاء أولا من المسؤول دكتور غالب الدجاجة أم البيضة السلام عليكم ستريم الدجاجة والبيضة من هم مسؤولين عليها والفسيفس لدينا طائر يسمونه الففسيفس على طائر كبير بالمناسبة بغداد هناك ثلاث أطراف مهمة مسؤولة مسؤولية كاملة على بغداد المسؤولية الأولى تعلق في يد الحكومة وطبعا أنا ما أقصد هذه الحكومة فقط كل الحكومات أسهمت بشكل وبي كبير بهمال بغداد وأمانة بغداد والشعب بغداد ثلاثة جهات مهمة لها دور كبير في تأخير هذا الأمر لكن أمانة بغداد يعني أستطور أحد أهم الفعاليات التي قامت القاتلة التي قامت بها أمانة بغداد هي توزيع المناطق الخضراء وأهدتها مجانا وحينما أقول مجانا مجانا بدون أفلو بدون أي مقابل للمستثمرين حولت مطار بغداد وأهدته للمستثمرين وحولت أولاك التلكون كريت هي الساحات الشواطئ القطع الخضراء التي أصلا هي بالتصميم التي لا يستغيرها أيضا تم تحويلها إلى مناطق حاجة كونكريتية فضلا عن أن هذه لم تلحقها خدمات لا مجاري وحتى المجاري التي تم تنفيذها بدائية إلى حد كبير بحيث تصور المجاري التي نفذتها شركات ألمانيا وفرنسية في الصالحية وشارحة فالآن تعمل في أحسن ما يمكن في حين المجاري اللي نفذت الآن في عام 2015 وعشرين الآن تالفة ومتهرأة ولا يمكن استخدامها ولا تستوعب الكميات من المياه تخطيط العمران عدم المدينة بغداد الآن أصبحت قرية كبيرة وهذا للأسف الشديد ما يليق مدينة بغداد فضلا على أنه يوميا نرى بناء جديد في مركز بغداد بدلا أن يتم معالجة الإزدحام ببناء مدن قريبة مجاورة تنتقل إليها مؤسسات مهمة مثل ما حدث في مصر مثلا شوفوا العكس يعيدون ويكرسون بناء المؤسسات في مركز المدينة طيب دكتور غالب عند هاي النقطة موضوع أنت ذكرت موضوع البناء من يمشي في شوارع بغداد يعني ربما يصاب بمجموعة من المشاعر المختلطة بين عراقة هذه المدينة أصالة هذه المدينة وبين يعني من يريد أن يبكي لما وصلت إليه الأمور في هذه المدينة في نفس الوقت تشاهد بناء متهالك جنبه ربما بناء جديد يتم تعميرها وإنشاؤها سؤالي هنا هل هناك رؤية واضحة مخطط واضح مثلا لهذه البناء الجديد يعني هل هو ضمن مخطط كبير للعاصمة بغداد أم أنه فعلا كما يقال بناء عشوائي لا هو بناء عشوائي يعني أنا من أقول هذا الكلام وأنا يعني في بغداد من عام 85 بعض المشاريع التي نفذتها الشركات الأجنبية في 82 للآن كما هي وكأنه نفذت يوم أمس في حين من ذلك الوقت لغاية اليوم الشارع التي تنفذ الشركات المحلية لا يستمر أكثر من 4 إلى 5 سنوات سواء بالأرصفة أو الشارع أو المجاري أو المياه ويتم استبدالها مرة ثانية وشوفين نحن أموال الأمانة وأموال بغداد يوميا يحفرون الشارع ويدفنونه وهكذا دواليك وبالتالي كأن مصاريف أموال العراق المخصصة للأمانة لهذه الأشياء وبالتالي أنا أفهم أنه بمعنى أنه هناك تعمد بأن تحال هذه المشاريع التي تنفذ بجودة ضعيفة من أجل أن لا تستمر طويلاً حتى يتم مرة ثانية الانتفاع بها والآن هاي بغداد الآن أمانة بغداد الصر رح تقول أنه نفذنا مشاريع 20 سنة ما بنفذها إذن طبعاً هذه المليارات التي صرفتها على بغداد قبل 20 سنة أين ذهبت ومن يتحملها زين هذه المشاريع اللي قلتوا عليها كم سنة رح تستمر سنتين ثلاثة أنا أرى أن الموالي الآن تتخذ نعم دكتور غالب دكتور غالب نبدو أننا فقدنا الاتصال مع دكتور غالب لا أدري إن كان عاد الاتصال معه أو الصورة إن صح التعبير فقدت على كل حال كنا نتحدث ربما عن غياب التخطيط العمراني أو رؤية استراتيجية لمدينة بغداد العاصمة بغداد ربما نناقش معه في أوقات لاحقة هذا المنشيط أو نتابع معه في أوقات لاحقة هذا المنشيط شكرا جزيلا لك على كل حال أستاذ العلام غالب الدعمي كنت ضيفنا أهلا بكم مجددا قمة أمريكية صينية تترقبها الأوساط العالمية في ظل التطورات الحاصلة في الشرق الأوسط على أمل المساهمة في تخفيف حدة التوتر والتمهيد لإنهاء الصراعات المتصاعدة خاصة وأن هذين البلدين لديهما نفوذ كبير وواسع على أغلب الأطراف الإقليمية قمة تبدأ بلقاء وزيري الخارجية من البلدين حيث يلتقي وزير الخارجية وانجي نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين تمهيدا للقمة المرتقبة بين الرئيسين إذن زيارة يجد البعض أنه طال انتظارها إلى واشنطن يجريها وزير الخارجية الصيني مع سعي البلدين لإدارة خلافات استراتيجية عميقة بينهما تمهيد الطريق لقمة متوقعة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن وصيني شي جينبينج الحرب في الشرق الأوسط أضافت أهمية جديدة لتفاعلات العلاقات المتوترة بين القوتين العظيمتين إذ تأمل واشنطن أن يكون بمقدور بكين استغلال نفوذها للمساعدة في ضمان أن لا يتفاقم الصراع إلى منطقة أوسع محللوة السياسات في الصين والولايات المتحدة يقولون أنه من مصلحة الجانبين تجنب حرب أوسع وأن الصين هي مستورد كبير للنفط لها نفوذ ليس بالهي على الكثير من الأطراف لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت بكين ستختار فعلا استغلال هذا النفوذ ربما يجيبنا على هذا التساؤل أو يوضح هذه الصورة الباحث في الشأن الصيني من بكين نادر رينك مرحبا بك سيد نادر هل ستستغل الصين هذا النفوذ العالمي القوة العالمية من أجل إحلال ربما الاستقرار أو نوع من التوازن بين العلاقات الدولية تفضل أهلا ومرحبا بكم طبعا الصين ظلت تعمل على الحفاظ على استقرار والسلام في العالم وكذلك خلال هذه الزيارة ستواضح الصين أمام الولايات المتحدة مواقفها تجاه كثير من القضايا وخاصة للمواقف الصين تجاه العلاقات الصينية الأمريكية فالصين تريد أن تقوم يعني تطور علاقاتها مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون وفوز المشترك وكذلك تجاه القضايا الساخنة الدولية فصين مواقف الصين كذلك هو الدعوة إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وكذلك التجنب من المزيد من الكوارث الإنسانية وكذلك الصين ترى أن المخرج الأساسي للقضية الفلسطينية هو إقامة تدبيق حلق دولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة لتحقيق تعايش السلمي بين الإسرائي وفلسطين نعم واضح جدا موقف الصين في هذه القضية وكذلك واضح جدا موقف الولايات المتحدة في أيضا نفس القضية لكن دعني أذهب معك إلى موضوع آخر الجميع لم يكن يتوقع هذا التقارب الصيني الأمريكي لسيما في الفترة الأخيرة موضوع التوتر بين الصين وتايوان ودعم الولايات المتحدة صحة تعبير لهذا التوتر ما الذي طرأه ما هو المستجد سيد نادر حتى ربما دفع الصين إلى التقارب أو قبول ربما الحوار مع واشنطن أولا الصين ظلت منفتحة على الإجراء الاتصالات والحوار مع الجنب الأمريكي فهناك الطلب من الولايات المتحدة لإجراء الحوار والصين قد استقبلت زيارات الرافير المستوى لكبار المسؤولين الأمريكيين إلى بكين وكذلك الصين قد أوضحت مواقفها بشكل متكرر أمام الولايات المتحدة تجاه مسألة تايوان ففي هذا المسألة لا يوجد مجال لتنازل التفاوض فهي الخط الأحمر فتايوان هي جزء لا تجازل من الأراضي الصينية ولا يمكن لأي دولة وخاصة الولايات المتحدة تدخل فيها وكذلك هناك الحوار مع الجن الأمريكي هو كذلك الصين لا تريد أن تخرج أو تتطور الخلافات إلى المواجهات مباشرة بين البلدين فالصين كذلك تريد إدارة الخلافات مع الولايات المتحدة بشكل جيد لأن الاستداء الصدمة بين البلدين أو مواجه مباشر بين البلدين هي يماثل كارثة ليس للبلدين فحسبا للعالم كله ولكن صين كذلك ستدافع عن سياداتها ووحدة أراضيها ومصالح تامية أمام الولايات المتحدة هذه القمة الأمريكية الصينية المرتقبة هل ستقتصر على العلاقة بين واشنطن وبكين أم ربما ستمتد للبحث في قضايا عالمية أخرى وصراعات عالمية أخرى مثلا موضوع الحرب الأوكرانية الروسية وكذلك كان هناك قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني قبلها أيضا كان رئيس سوري بشار الأسد في بكين هل ستسعى الصين إلى استغلال ربما هذه القمة استثمار هذه القمة أنصح التعبير من أجل يعني ربما إعادة العلاقة بين واشنطن وهذه الدول لسيما روسيا طبعا الصين طرحت المفهوم بناء مجتمع مصر المشترك للبشرية فالصين تريد أن تددام الدول ولا تريد التواصل والانقسام بين صفوف الدول المختلفة وكذلك لا تريد سين عودة العالم للحرب الباردة في أيام حرب الباردة وكذلك أكدت سين كذلك يمكن السين والولايات المتحدة التحقيق التمية المشتركة والإستحار المشتركة اللعبة ليس اللعبة السفرية يمكن للبلدين التعاون لحل القضايا العالمية ومواجهات التحديات المشتركة للنجارية ألا تعتقد أن نقطة الخلاف يعني الصين تدعم أو تذهب باتجاه عالم متعدد الأقطاب بينما الولايات المتحدة القطب الواحد والسيطرة الواحدة ألا يمكن أن يشكل هذا عائقا في تحقيق هذا المسار الذي تحدثت عنه سيد نادر طبعا هناك الحواجز فالصين تريد أن تفهم الولايات المتحدة أن العالم الألان تشهد التغييرات لمثيل لها منذ مئة عام والحيما لا يمكن أن تبقى وتستمر إلى الأبد في يجب في الدل الوضع الجديد يجب على دول الكبرى البناء نمط جديد من العلاقات الدولية بين دول الكبرى وهي الترام المتبادل وتعايير سلمي وتعام وفوز المشترك فلا يمكن لأي دول العالم الحيمن على دول الأخرى ووضع الدولي تتطور الآن إلى أكثر العدالة والإنصاف وكذلك التعددية الأقطاب هناك السعود لدول النامية ودول الناشئة فهذا السعود لا يمكن المقاومة أو القام وها فيزب على الدول الغربية كذلك التعلم للتعايير السلمي بين مختلف الدول لتحقيق التمية مشتركة وإستحار المشترك نعم الباحث في الشؤون الصينية والدولية سيد نادرينك كنت ضيفي في هذا المنشت مشاهدينا إلى هنا نصل إلى ختام منشت أحمر أوعدنا يتجدد لاحقا إلى اللقاء